اشتركوا في القناة 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 زيان ليش ليش التجديد أصلا ما يكفي انه انت سلبته حريته ما يكفي انه انت سجنته بين أربع حياتين زيان شغلة اللغ فالح الفياض لما نشام مستشار الأمن الوطني ما فكر انه السجن هو مو مكان فقط للعقوبة ترى ترى القصد من العقوبة ومو احد الطببة وتعذبها القصد من العقوبة واصلاح الدول المتقدمة تنظر للسجن يجون على انها مراكز اصلاح بس بالعراق مدى يشوف اصلاح برا حتى نشوف اصلاح بالسجون هاي الوثيقة ده تشوفوها قدامكم تجديد الحماية خارج السجن تجديد الاجراءات داخل السجون نصب اجهزة تشويش على الاتصالات داخل السجون زيان ليش يعني واحدة من النقاط يقول وضع قيود ومحددات للمواد الواردة للسجناء من ذويهم اثناء المقابلات الدورية زين الناس ده تشتكي وتقول انه احنا مدى نشوفو لدنا احمد بن الموصل ويانا حياك الله احمد ام مهند بن الموصل ويانا حياك الله احمد انقطعت منه تتصل بنا مرة ثانية حياك الله مهند السلام عليكم السادة افل عليكم السلام شونك السادة افل نحمد الله على كل شيء الحمد لله والله السادة افلاني عندي معتقال نعم اموالي بثمانة وتسعين نعم والله هاي سبع تشيء منتش الآن من الشهر الثاني من واجهته لحد الآن ما عارف عنده طلشي ابد نعم والله سادة افلان افلان واجهة لا عينطوهم افراد لا عينطوهم عفوهم إذا متحنا نقاء في هالحال نعم والله يا سادة افلت عبنا والله يا اخوية عبنا والله من هالضيف من هالكثكير من هالقهر على اولاد الله الله نعم نعم يعني إذا ما تحنا على الحال يعني لا مواجهة لا مخابرة حتى مخابر لحد الآن هاي 78 تسر أنا ما أعرف عنهم كل شي طيب موجود ما موجود كل شي ما أعرف عنهم نعم يعني اعتقالوا من قبل مخبر سري يعني جو أخذوا من البيت يابو قلت له قالوا كل شي ما عندهم مجرد إسكسار الساعة ساعتين زماني رجع لتهو نعم وهاي أخذوا الخامس 2013 نعم قولي حد الآن أنا واجهت مرتفع قلاته وهذا لم صارت جائحة طورانة لحد الآن ما أخذوا شي يحبون نعم وإحنا نطالب العفو العام نعم قد أخذ خوني يثور عفو عام على هذه الأحبية حاس جناء يفرحون هالأمها يفرحون هالأطفال يعني شنو السبب اللي نعتقليهم ونخليهم ناس حالي ناس ناس بطنعاش يعني زخم زخم كبير والله من الأواج يبني يقل لي يوم يوم زخم كبير يعني ما نقدر نتنفذ نعم وإحنا نطالب العفو العام نعم 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 من قبل برنامجكم يصل صوت لك وصل صوت لك وطلعون أولادنا حياة الله حياة الله مهند وصل صوتك إن شاء الله سمعوه أما الآن من كركوك أبو عماد حياة الله يا أبو عماد صوت بيك أخي عليكم السلام والرحمة والإكرام تفضل أخير عليكم السلام على مرحب مرحب أخي أني أبو عماد من كركوك ونعم منكم من أهالي كركوك تفضل أخير عندي معتقلين نارسون 18 سهر الصامد لحد الآن ما نعرف عنهم في شيء ولا واجهناهم ولا أي شم معتقل أبو عماد شم معتقل أثنين ولدك أولد عمي نعم ولد عمي أثنين نعم شنو تهمتهم تعرف له لا ما أي تهمة ما ناس ناس ناجحين من من أثار الدواعش وما ما زالك أنا واحد شرط وواحد طالب يعني نعم فعبره ووصله وين من حشده وما نعرف عنهم إنه نمشي بس نعرف وموصله يعني يعني من الجهات الأمنية نعم إيه ولحد الآن ما نعرف عنهم مشي بيها معتقل ما نعرف نعم وفلناشد الأجهات الأمنية والناشد الأسجون والمناطق اللي بيها معتقلين مغيرين نعم أيها وصل وصل صوتك أبو عمد إن شاء الله سمعوك وإن شاء الله تعرف ولد عمك وين وتعرف عنهم أخبارهم صباح من بغداد ويانا حياك الله السلام عليكم أخا فل عليكم السلام أحب بيكم قناتهم الكريمة اللي دائما تنقل ما يعاني الشعب العراقي من ظلم حيات الله من قبل الحكومة ووزاراتهم اللي هاي صارت عبء على المواطن العراقي كل تصرفاتهم وقراراتهم كل هذا الضد من الشعب العراقي يعني يعني لو ننظر للموضوع السجناء نعم السجناء هم عبء صار محاليا على الحكومة الحكومة احنا نعرف أفلست بسبب الفساد للأحزاب السياسية والسياسيين اللي ديرون البلد يعني الحكومة ما عدها رواتب تبطي زيان انتوا حقالين أكثر من نص مليون معتقل معتقلين من هاي لتغذية مالتهم والمصاريخ ما عدكم أمكانية فسووا عفو عام المفروض اللجان النيابية الأمنية وغيرها والاقتصادية الموجودة ببرلمان تقر قانون العفو العام باستثناء المجرمين والقتلة احنا مريد دول يطلعون كل طوائف العراق دولي خليهم لي هاي شغلات يعني دم وغيرها بس الناس الأبرياء اللي على ذمة التحقيق واللي مخبر سري واللي الاعتقالات هاي مال السنة على طاولة أربع أرهاب وغيرها والمغيبين اللي ملفهم ما حد يحكي بيه هاي سجون مليانة بالناصرية وبكل مكان سجن الحوت وسجن بغريب وبالشمال العراق وبكل مكان يعني دولي عبئ عبئ وصايرين ذولي أهاليتهم المعتقلين يعني جاي يعانون الأمر رين ابتزاز من قبل ضباط التحقيق وظلم موجود من قبل القضاء يعني قضاء موجودين بأي محافظة خلينا نقول الأنبار مثلا أنت قاضي رئيس محكمة بالأنبار أنت ما تعرف إيش قد عندك معتقلين بالسجون ما تزورهم تقول لنا إيش قد صار لك على ذمة التحقيق ليش ضابط التحقيق ما حسم الأوراق ما أنت في سبيل يصعد محكمة والله العظيم أكو ناس يعني عرفهم يعني ليدون بس ترفع قضاياهم للقضاء بسبيلي بتثوم بيها ولو إطلاق صراحة بس ليش نبقيهم بالسجون هم يريدين نامون على روسهم عدوات شخصية مخبر سري هذا الظلم والطائف الموجود بالسجون العراقية من قبل طائفة معينة يعني أغلبية المعتقلين هم السنة زين أنت والقضاء ما تنظرون إلى القضايا وتقول لش كم ما أعتقل عندك بفلان سجن سجن الفلوجة والعامبية والخالدية وغيرها وكل محافظات العراق يعني مو بس للأنبار يعني ما تبث وتحسمون الموضوع مع الملفات يعني يوميا لو تحسمونكم عشرة يعني نحن بخير في سبيل ما نظل نترجع عفو عام من حزب دعوة نحن نعرف العفو العام ما يقر رئيس البرلمان أو رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لقر الإيرانيين الإيرانيين ما الذي يطلعون ونعرف العصابات ما التيار الصدري جيش المهدي وغيرها وتجار المخدرات دولة كلهم منهم عفو خاص تجيهم تزكية من السيد ومن غير البرلمانيين وترفع أسماهم إلى وزير العديد ويتم إطلاق صراحهم ليش لأن هناك ناس وراهم يداعون أحنا كسنة اللي معتقلين أبنائنا وأبناء مناطقنا ما عدنا سياسي يدافع عنا في سبيل يسوي تزكية ما مخول يعني يعني يران ما تقبل تطلق صراح الأبرياء أحنا نداعي لحد الآن أي شخص مثلت خائدية في دماء المسلمين أحنا ما نريد يطلع بر نريد الناس الأبرياء ففي سبيل الحكومة تخصص من الضغط الموجود عليها من نقص الأموال عشر مليون وأكثر يعني أنت ما تحلل حتى لقمة العيش اللي تاكلها تاكلها بالحلال تاكلها وأكو ناس مظلومة بالسجون أنت على ذمتك القاضي أنت على سلطة أنت والمحافظ أي محافظة المحافظ رئيس الإدارة المحافظة والقاضي الموجود رئيس المحكمة وضباط التحقيق وضباط الإجرام وغيرهم دوري كلهم مسؤولين مسؤولين يعني أمام الله قدام أي شخص مظلوم يعني عدنا هواي مظلومين بالآلاف المظلومين هو يدعي عليكم وأهاليتهم يدعون عليكم أنتم ما تخافون الله القضاء وضباط التحقيق والمحامين اللي جاي يستغلون العوائل اللي ما عادها يعني الدولة ما عادها تطي رواتب المواطن البسيط منين يجي بعيشته يجي الضابط ويجي القاضي ويجي غيره وكلهم يبتزونه في سبيل هذا الفساد الموجود وما أحد ما إنه والي يعني يعني نشوف النساء هسه جاي تترجل قناة الرافدين بس يوصلون صوتهم السياسي شريف وأحنا نعرف ماكو سياسي شريف بكل الطوائف لا الكردية ولا الشيعية ولا السنية أحب طالب بعفو عام عن كل المعتقلين كل المعتقلين في سبيل أبدي حياة جديدة أنت تقولون جاي يريد دولة طونا مجال قروا قانون العفو العام وهذا الظلم ما للناس المغيبين حادثة الصقلاوية والرزازة وغيرها تقوى أعتقد الساد كل السياسيين الموجودين بالأنبار نعم العفو أنت سمعني نعم كل السياسيين الموجودين بالأنبار حادثة الصقلاوية وحادثة الرزازة يعرفون من وراها يعرفون حشد بدر بالعصاد يعني منسوهم ممرات آمنة لها الصقلاوية اللي هم عددهم أكثر من 640 تقريبا وقالوا لهم أطلعوا على المقبرة مع البعكاش وغير هاي المناطق اللي معروفة وبعدين انصدمهم هم بحشد بحشد وجيش موجود وحشد بدر وأخذوهم لحد الآن هدموا النساء والأطفال والشيوخ والشباب كلهم أخذوهم ويعرفون هاي الحادثة السياسيين الأنبار مثل يحيال غازي وغيره وكل السياسيين بدون استثناء وفيصل ومجلس محافظة الأنبار يعقوهم هم عبيد البدر منظمة بدر تم اعتقالهم من منظمة بدر يعني بس ما يقدر يطلع بالتلفزيون ويحكي هذا الحدشي لأن يعرفون وراها عواقب وصير تصادم بين يحيال غازي وغيرها وحتى أهالي المنطقة يعرفون وحادثة الرزازة حزب الله موجودين وتم اعتقال أكثر من 1400 شخص ولحد الآن المغيبين ملفاتهم ما محسومة يعني هاليتهم يفترون بكل السجون الموجودة بالعراق ويدفعون فلوس أنا يجي باسمك أدق باسم ابنك حاسبة وأحنا نعرف تم تصفيتهم لكن جثتهم في سبيل ترجع جثتهم لحالة ميابا قتلهم الحشد حشد كتلهم في سبيل يعرف المرض تلزم عنده اللي عنده وريث اللي مستمسكات يغيرها الأهالي قلوا لهم قتلوهم وأحنا نعرف قتلوهم بدر لكن منهم يحتي وما أحد عنده الشجاعة يحتي ويتهم منظمة بدر الإرهابية بأن هي وراء كل الجرائم اللي صارت بالعراق نعم نعم شكرا شكرا إليك أخ صباح أمن الموصل خالد حياك الله يا خالد خالد السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام حياك الله أخوي والله هذا يتعلق على غطرة أنت تقول أن المصارفون بل أنت مخافض بالسجون لا يوجد كاترة لا يوجد علاج لأن لا يوجد علاج ولا يوجد أهل المشاكين نودي علاج بالأمانات نسلمها ويأخذ ما يرجعها يقول ما أخذ الأجهزات يأخذ شيئتين من الحبوب والباك يرجعها ممنوع تفوت إلى السجون وبالنسبة الهدومة لا يوجد أننا لا يوجد أننا نحن نحن يجب الهدومة على مجموعة يجب 50 ألف يعني إبيات هذه صارت وبيع بلهم صارت وبيع دولة صارت حتى في إسرائيل على فلسطين لم يحدد إيجابة اللباس 50 ألف سجون في العواق هنا نعم واني من مؤمنكم ذات مواقعات شكرا شكرا لك خالد يعني صباح يقول عدم اكمال القضايا التحقيقية قانونية من قبل قضايا التحقيق ويقول أنا يعرف أشخاص يترجون أنه ينعرضون على قاضي التحقيق حتى يخلصون ويرتاحون من الهم اللي هم بيه لكن يعني يعني الشي يكمل لك هو شلون يخلصك من ضيمة شلون يخلصك من الهم اللي أنت بيه إذا هو أوامر مثل هاي شفناها وثيقة قبل شوية هو معدهم أوامر بالتجديد تريد يطيك همك تريد يكمل لقضيتك قضية المعتقلين اليوم أصبحت قضية رأي عام وأصبحت قضية ابتزاز يعني اليوم قاضي التحقيق حتى الأبرياء أكوا هواية من الناس اليوم أبرياء وأخذوا حكم البراءة وأخذوا قرار البراءة وأخذوا قرار الإفراج برياء منهم ليش باقي بالسجن لأنه كلما أهلي راجعنا يا بابنا بريئ يريد أنطلع أدفع أطينا هلقت ونكمل لقضيتك أكوا إجراءات لازم تخلص القاضي يريد هلقت أبو السجن يريد هلقت اللي راح يطلع يريد هلقت صرفنا عليه فصارت قضية ابتزاز اليوم اللي إدارات السجون والمراكز الإصلاحية صاروا ملياردرية بروس السجناء لأنهم يدرون بيهم أبرياء يا كتلوا وعذبوا وضربوا إلى درجة أنه وصل للسجين بعد ما يتحمل هذا الضرب ووقع على ورقة بيضة وكتبه وعلي اعتراف هو ما يعرف كل شي عنا ونحكم أعدام أو مؤبد أو نحكم ما نحكم يعني سمعنا أحكام غريبة عجيبة بالقضاء العراقي بعد عام 2013 80 سنة و100 سنة و100 سنة و300 سنة سمعنا أحكام غريبة عجيبة وإلى اليوم ما سمعنا أنه أكو واحد بريء وطلع بس سمعنا أنه أكو واحد بريء انسجن وطلع وطلع بالعراق يقولون أكو هوى براسه من الكتل سمعنا أنه واحد طب بريء صاحي وطلع مريض مريض نفسيا ومريض جسديا سمعنا هموم الناس اللي تقول أنه نحن نندس علاج لبولدنا وما يوصل للعلاج يعني أكو خبر ثاني من أضو مفوضية حقوق الإنسان علي البيات يقول أكو أدلة تثبت أنه سجن الحوت بذيقار إدارة السجن تستخدم أو تستخدم الأنف المفرط مع السجن وعلي البيات كشف عن وجود وثائق اتأكد حدوث حالات وفاء نتيجة التعذيب وطالب الحكومة بالتحقيق بهذه الانتهاكات وعدم مجاملة المقصرين مهما كانت درجاتهم الوظيفية أو رتبهم العسكرية وقال أنه الإهمال من حيث النظافة وسوء المعاملة والإخفاقات الصحية ومنع الزيارات إضافة إلى سوء التغذية كل هذه انتهاكات بحق السجناء إضافة إلى التعامل الطائفي مع بعض السجناء أستاذ علي البياتي إذا أنت شاي الوثائق بإيدك وتقول أنا عندي وثائق تثبت موت ناس جو التعذيب إش تنتظر موت تعضو مفوضة حقوق الإنسان تنتظر يموت ناس بعد أبو حيدر أبو حيدر أبو حيدر أبو حيدر أبو حيدر أبو حيدر بفلوس وراحتها بأن من سورة من سألت عنه أو نطيت اسمه إلى إلى أي جهة أمنية شي قلوا لك شاد ما حد ينطي يقول لك موجود ياخذ منك الفلوس يضربك عرف الحال أنا يقول لك يقول لك موجود عجلة ياخذ منك الفلوس يضربك عرف الحال قل أمره إلى الله والوحدة أريد منعكم أريد منعكم أنتوا قناة الرافدية أخواننا وقوتنا أريد المنظمات ما هو خير المنظمات الدولية إذا ما منظمات الدولية هذه حكومة إذا ما يصل عليها بقص ما تستوي نحن نهيا جل مالتي جل عبادي جل كلهم نفس المنهج كلهم نفس المنهج هذا المظاهرين شرادوا رادوا حقوق المتو الدارس عشرين تلما ينبو وظيفة هذول أصلاع عليهم السلوى وسحة التحرير والسلوى وحباء المنسورة ما يا أخي إنه شغلت إرادنا منصفر إرادنا منصفر الله بتعلك إرادنا منصفر نعم والله الساد إرادنا منصفر ما أعلم من الثلاثة حتى اليوم الحاني يعني إذا ماكو بيطفل موصل إذا ما عنده سجين وسجيني يلو ثلاثة يا أخي تقولوا هذا فلاني حقا ما يقولوا هذا ما الأمر إلى الله وحباء بيجي بيجي الحانة في المانا يجي تطبر لك ستوص عد واحد يقول لك موجود أخذ منه أربع خمس ورقاته وورا ما أخذ خمس ورقاته سجد الموبايل ولا أتعرف فيه ولا هذي حتى أن أتخاب يهددك يقول لك أتعرف أخذ أربع سنة الوصد للهدرجة هذه يا ابن العلال والله تعلم والله تعلم لا لأنني ولا نهام النهار يعني تعلم أسعاد الولد من عمر الثمين عشرين سنة ويتين والله العظيم يتيم والله العظيم يتيم يالله قلنا أربع يجعب لنا وقلت ماذا نفعل ماذا نفعل أحنا نطينا نفتين ثلاثة فلوسة ورحة فلوسة ماذا نفعل وما تقول سمي أمرك لله ومثل ما يقول اضعب اضعب هذه الصلاة تدعي عليهم تدعي عليهم الله يستجب للإتيم للإتيم الله يستجب له وانا أشكركم والله ما أسعى والله ما أخبر بس صلاة الرابط شكرا شكرا لك أبو حيدر إن شاء الله وصل صوتك وردوكم وبنكم سالم غانم عايش من كربلا أحياك الله يا عايش الله يحييك ويحيي برنامجك ويحيي فناتك يا حبيب سلم عمرك إن شاء الله تفضل لا أمزح لك هاي الحكومة الفاسدة اللي وصلة تساة هاد هي مولا الديان لا عبر الديان والراس ما أمزح لك بهذا خاف تقول هذا جاي طائفي وجاي يمضح الجيهة وجيهة لا 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 هي حكومة العراق ترك كلها من الطوائل واللي صعدوا هم جوعانيين وشافوا ما شاء ومبادوا بسمعني نعم بسمعه نعم بش أقسم لك بالله هذا الحشيد اللي نذن بي بعض الناس نذن بي والله العظم يا أخي بس أرجوك اسمعني ويخلي اسمعني الناس هذا الحشيد ضحب روحه على مود احنا مود ينقذ العراق نحنا ما نذن من الحشيد يا أخان طلعت وحشيد وشفته بس قسما بلاح الله اللي انفقت ابنه والنفقه جايز عد مسؤولين ضامين هم الله رأنا جايز الدواعش تكلته احنا ما نصير نذن من الناس اللي ضحة تبجن على مود زين أخ عايش أخ عايش أريد اسألك سؤال آني جاي وياك آني جاي وياك آني شاهد وهاب شاهد أمام الملايين طيب 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 بس أطي مجال أخ عايش أخ عايش أخ عايش آني جاي وياك ومدى أقول لك أنت تشذاب ومحشوم تمام حسنا أنت تقول أنت تقول اللي انفقد يا أمه موجود يا مسؤول يا أمه الدواعش كنت لو راح تمام زين قضية مختطفين بس طيني مجال يا أخويا طيني مجال قضية مختطفين رزازة قضية مختطفين رزازة داعش انتهوا إذن مو يمهم وحشد عشائري شنو أخويا يا أخوان 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 بس وتطيني مجال سئلك نولا أخوه تقول هذا أصل موصل أخ عايش لا تطيني مجال سئلك نولا سيطرة الرزازة منو سواها هم نفسهم نفسهم قادة الميليشيات أخ عايش أخ عايش هم نفسهم قادة الميليشيات والله العظيم والله العظيم السياسين اللي ما أريد تقول أنا أخوان سيطائفين بينين السياسين من ورجعوا يعني عطوا هاليهم عطوا هاليهم يعني أنت با با اوقف اوقف أنا فهمتك واذا أنت متري تقولها أنا راح أقول على اللي يدافعون عن المهلة زين لا ما تسح الظنير يا أخي ما عايش أخي شكرا شكرا أقطع الاتصال شكرا شكرا لأنه أنا أريد يعني أنت مثل ما تريد تحتي وتبين وحتيك تذب راح أقول يا هيتش حتش يكتشذب أنت تقول سياسيين مارد أقول منهم أنا لم أصر طائفي قول سياسيين سنة لأصير جبان أنت يش تقصد بس اللي طلع أبو بكر البغدادي من سجن تسفيرات كريتوانور المالكي واللي درب الدواعش بإيران تعرفهم كل جزين وعرفهم كل جزين وسيطرة الرزازة سوها بدر والصقلاوية العصائب واللي فجر الجوامع هم الحشد وبتصويركم والطفل اللي نداسب دبابة هم الحشد وبتصويركم واللي تقصقصت إذاناتهم بالكترات هم الحشد وبتصويركم والفيديوهات موجودة فلا تقول لي تشذب نحن مدن نشذب عن الناس من البداية قلت لك أنت محشوم بس أنت مطيت مجال لأنه أنت شكلك أمعبي حشب راسك وتريد تبين الاتهام أنه للسن وبس السن نضحك عليهم مثل ما نضحك عليكم أنتوا بقضية داعش داعش لعبة لعبوها عليكم نور المالك وهذا العامر وقيس الخزعلي لعنهم الله مئة ألف مرة مثل ما ضحكوا على السن ضحكوا عليكم حتى يدمرون هاي المحافظات شكرا لك أخي عايش لاتصالك بنا مصطفى من ديال حياك الله مصطفى أم أحمد من بغداد مصطفى من قطع نتمنى يرجع عنا أم أحمد حياة شاء الله نعم فضلي أختي أهل فضلي أمي أم أحمد تسمعيني بس إذا أم كنت نصيلي صوت التلفزيون وخليت فيها على التلفون حتى يكون الاتصال أوضح نعم نعم تفضلي أم أحمد مثل أنا يعني ابني أحمد أخذوه من البيض نعم معني اي وياك وياك اي يعني ونحب حكمه يعني بس حكمه من وين أخذو أم أحمد من بغداد من لمبار من الديالة من الكابلة من بغداد من بغداد من الرضوانية بغداد الرضوانية نعم نعم أو لحدان يعني أخذوه حكمه مؤبد وعدام مؤبد وعدام يعني قضيتين اي نعم وقضيتين ولحدان على التمييز على شنو بالله أختي العزيزة أم أحمد يعني شنو القضيتين هنا القضية اللي حكموا بها مؤبد شنو والقضية اللي حكموا بها اعدام شنو يعني هي قضية وحدة حكموا حكمين عليها لو قضيتين واخذ مؤبد اي 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 لا نفس الغضية وحدة واخذ مؤبد عليها وحدان شلون حجية اخذ مؤبد وعدام على نفس الغضية؟ نفس الغضية اخذ كتل الغضب شو سوى؟ كتل الغضب على ساعة سوى هيكة نعم اي على نفس الغضية اخذ مؤبد وعدام وحد بلان اليوم صار لخمس سنين صار لخمس سنين لا تيميذ ولا حكموا يعني تانعرف احنا بس يحكمون بهالفلوس وبس نعم اي اليوم فانت صارونا لحد بلان ما شاعفين لا سمعاني عندنا خبر ميد طيب ما نعرف كل شي عنه نعم وين مسجون انت عارفين لا لا. اي بسجن الناصرية. بسجن الحوت نعم. اي نعم. نعم. اي بس بزرنا رسالة اول صوتية رسالة صوتية. انه هاني طيب وما بيه شي. بش وقت. يعني هاي شي عندي. قبل شهر بز هاي الرسالة. نعم. اي يعني عارف عنا. ميت طيب هو صوتة مصوتة. شما برينا احلى يعني. يعني احنا نريد من الجهات من الشتمة يعني تشوفونا حل. حقش 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 صحيح. نعم. صحيح. نعم. نعم. الا هو بريء وبعدها عمر عشرين سنة. عمر عشرين سنة واخده. كل شي ما مستوى من البيت اخده والله. نعم. نعم. شكرا شكرا اللي تشوفو ام محمد. اه والله غريبة. يعني قضية واحدة ياخد عليها حكمين. زين القاضي شنو حكم بالاول وتهيه ورجع حكم النوب. شنو بنفس القضية نام القاضي وصح وقال نطح حكم ثاني. والله غريبة. ما عرف هذا البلد ده نسمع بيه العجائب وراء الفين وثلاثة. ابو محمد من كربلة حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. صدى لأخوة. مواليد خمسة وتسعين. ابنك. الله شون المبرزة نفسيته. وقصاني حبوبه بجيدي. وحس طلعت كفانة أولانا على التعاطي. نو تطينا خمس ملايين ثمان ملايين وانطلعت من عدها الثالثة. نو تطينا. نو تطينا ثمان ملايين وانطلعت من عدها الثالثة. ايه. هذه المحكمة مالك. الله شاهد بجينا في العباس ودعت جهادي. وقاعد ذريجة عاش تحبانة. وما خليت واحد ما بتريته. ويوم اثنين يدعش واحد المحكمة مالك. الله شاهد عليه. وضع عاية منا ومنانا وما عدي ويعملت شي مستوى عاش. وقاعد ذريجة وعجة 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 وعجة. زي ابو ابو محمد سؤال منو اللي منو اللي اللي ساواملك يعني منو اللي قل لك طيني ثمان ملايين وطلعك من السالفة. بالمحكمة بالمحكمة. اي منو منو بالمحكمة القاضي ابو القلم قاضي التحقيق المدعي العام منو. قابل تحقيق. اهه. والعظيمة ديناتنا الله. طلطوا من عد ثمان ملايين قالوا اثمان ملايين. انطرحك من عسى الساسع. نعم. اي قال اطرحك مد الشعارة من العجيم. وعبت التحليل من الدم من اخضره من عندي. الباكت هاي لا نعمل تسووا هاي الشغلة ولا ينمو ناظر بهاي. قال التحليل مون سليم. هم ما تسويها. نعم. اي. وضع عاية اخوة عندنا اصيلم لعسينها قالوا اي لازمة لانكم 10 انا و 7 ملايين لا تطلعون من الملائين انا انت من الملايين من اجيبني. نعم. يعني انه همم يعنيني همم نفسياتهم يقولولي نبوك بونا لا. نعم. اoe نعم يا سياتم يعني قاعدوا يقولولي نبوك أطلع واطن اصمان ملايين انت من قاعدت اصمان ملايين. اي قاعدولي وقت دي يشاه ي هذا من عندي. نعم. اضمن ها بعدها الله شاهد ها بعدها لعنتي بوظفته ها بعدها ويقعنو زواني ساعة وخمسة منين ان اجيبها ومو كله تدين خمسة وعشين الف قا عفا استو الله من نال بمن نالي من نالي نعم 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 اي واسع اي خلتين الجسمة وبنها اي انا قا عقل بس هالبيت انتان عرض خامها عفوا بالكتيجة عفوا بالكتيجة بس هي عضيش مني عفو عام نعم اي الله شاهد اعثم اتشاء المحامي قال لأخوه اتعاطوا السنة والخمس ملايين عاطلوا بجيبك وطعب جوه يعني خاموا خمس ملايين يأتون من عندي وسنة تجي هذا المحامي هذا المحامي وهم طلبوا من عدة من الملايين اقو كلام الله اعلم بيه اطبطها واعلم كلام الله عنهم طلبوا من عدة من الملايين نعم وصلت 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 الرسالة ابو محمد شكرا شكرا جزيلا لك يعني مواليد خمسة وتسعين بعده شافي يقول كل شي ما عندي يحطوا لي حبوبه بجيبي يلبسوا قضية حولوا الى محكمة وحولوا الى قاضي زين حولوا الى قاضي يعني بس ما ليجي قاضي التحقيق ويقول لها تطيني ثمان ملايين هو العراق ما بفلوس الحكومة راح تفلس هو الكاظمي ما قادر يضطي رواتب الناس جايين وطلبوهم للمواطنين ماين يجيب لك لثمانية ويقول لك عندي اربع جهال وقاعد ايجار ونعرف كل جزيلا شغل ماكو ورواتب ماكو وحال العراق تعبان وانتو اللي وصلتو لهذا الحال وتعرفون كل جزيلا وبعدكم الساومون المواطنين على فلوسهم يعني يبيع ولده لو يشمرهم بالشارع تعرفون انتو هاي القضايا معنها شنو هسوى معكم على عذرا على ابو محمد بس اذا صار شي على ابو محمد حكم على بيته حكم على اهله وعلى ولده لينضيع ضيع عائلة كاملة هو ام محمد ابن الموصل حياتش الله هلو هلو السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام اللهي بارك بيك نذكركم على هذا البرنامج وهذا الموضوع اليوم وشفت المعاناة ما لها للموصل عليك واجب 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 اللهي بارك بيك يعني شفت المعاناة ما لحنا والأخوة اللي قبل ناسدوا كلهم والنساء ناسد وطعبنا من المناثقات ونطالب حيات المعاناة يعني الناسد 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 رب العالمين هو ما تعبنا الناسد رب العالمين يتسوي حلل هاته جنات يعني كلها الطال هذا أشيء أشيء هذا إذا فكوا مؤبت هذا أشيء من حياته بعد يعني أكثر راح يطلع فإن شاء الله نطلب من رب العالمين وكل مظلوم وكل بريء رب العالمين البرج القديم إن شاء الله نطلب من صاحب العفو من رب العالمين نطلب العفو يعني تعبنا نعم نشكركم هذا البرنامج هاليوم يعني لا شكر على واجب أختي العزيزة هذا واجبنا كلها دقوة محبوقة مثل ما قال ما قلت إذا ما بي تجينين وسلاقة ألس ننطل المحامين المحامين تلونها برزة طولة عفو خلدهم نتولنا حالي طلعوا ولدنا وشوفة صنططة ما تمام نعم فهذا إن شاء الله أمن فلسكتب العالمين يحلها وتويلها حال والله صعبة في النار صعبة نعم شكرا 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 للمحمد لا شكرا على واجب هذا واجب من اتجاه الشعب العراقي واتجاه العراقين أما رسال الواتساب السلام عليكم أبو حاتم من الموسط عي طيبة للجميع أستاذ قبل عام 2003 كان لدى العراق نظام وطني حر ولديه شعور بالمسؤولية واحترام حقوق الشعب أمام الله وأمام الشعب العراقي في ذلك الوقت الوطني خرجت في أضال من هم محسوبين على الشعب حرامية سراق للمال العام وقطاء طرق وقتلوا ولصوص مصاصين دماء وتصدى لهم النظام الوطني وهربوا إلى دول تعد أعداء للعراق وحركوا هذه الدول أعداء العراق بجيوش وأساطير وقوى كبرى وعظمان من الغرب لاحتلال العراق وحصل الاحتلال وههم في الخضراء سرطان وجردان خضراء عاثوا في العراق فسادا أين أنتم يا أحرار العراق من هذا المرض الخبيث الفتاك في الخضراء الذي ينخر جسد العراق الحرسوف تسألون يوم الحساب أمام الله ولكم كل الحب والتقدير والاحترام أيها العرب والأحرار والثوار وشباب التشرين المباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أبو تقى من العراق لابد للظلم أن يزول والشمس أن تشرق تحياتي السلام عليكم أمريكا تريد تخلص من الميليشيات من كل دولة عربية مقابل بقاء بعض قياداتها من الجنسية اليهودية واتفقت مع روسيا بتصفية قيادات المعارضة السورية وعدم تصفية حزب الله ومن يقوده حسن نصر الله والذي ستبقي لأنه يهودي الجنسية وبريطانيا مليئة بالمعممين اليهود والذين حرقوا الدول العربية بغطاء إيراني لبناني إيراقي صهيوني وعدم تغيير حكومات دول إيراق ولبنان وإيران وسعودية ومصر والمغرب ودول الخليج من أصولهم اليهودية وتغيير أمير وتغيير أمير شنو؟ كلمة خربطة عندي بعد أن تكمل مسار تغيير الدول المتصارعة بينها وكل دولة تستعيد حقها المختصة من الدول الأخرى المجاورة وتأتي بحاكم جديد ألماني يهودي ليقود الدول العربية والإسلامية لينزع الإسلام منها هذا هو رأيي أخواني العزاء أنا بس أردى أوجه رسالة من قناة الرافضة عفوا رسالة من برنامج صوتكم إلى الأخوة في كافة العراق من شمال إلى جنوب من شرق إلى غرب شماعة داعش وهذا التنظيم الإرهابي روحوا أقروا التقرير اللي سوتها اللجنة اللي شكلت في سقوط المصر رح تلقون أنه اللجنة أدانة المالكي والجيش المتخاذل اللي عنده طيارات ودبابات وسلاح ولبس دجداشة وانهزم قيادة عثماني غانمي اللي يمكن أصور اليوم صار وزير هذا اللي هرب أمام داعش يمكن اليوم صار وزير داخلية فروحوا شوفوا من السبب بالسقوط هذا المحافظات رحوا شوفوا السبب من اللي بيدخول هذا المحافظات رحوا شوفوا السبب منه وبتدريبها وبصعودها وبتشكيل هذه التشكيلات أما أنه احنا نتهم الشعب العراقي فالشعب العراقي بكل طوافه هو سواء احنا مع بياناتنا مشاكل هاي المشاكل اللي تريدها إيران وتريدها أميركا ببياناتنا حتى يقدرون يسيطرون علينا لأنه طول ما العراق يفكر أنه دولة سنة ودولة شيعة ودولة كراد ودولة عرب ودولة تركمان ودولة يزيدين راح يسيطرون علينا من نرجع عيد وحده ولا دولة لا أميركا ولا إيران ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا روسيا بتقدر السيطر على العراق لأن يعرفون شعبه قوي فهاي رسالتي لكم خلونا نرجع عيد وحده وخلوا النجاح من ثورة تشريم بإلغاء الطائفية ننساب كل حياتنا نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باشا في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر